بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم من جديد معاكم احمد الجرنوسي والنهاردة معانا 8 اخبار اغلبهم للتطبيقات علشان ما تقولش عليكم يلا بينا نشوفهم الخبر الاول وهو ان فيه 3 تحديثات جديدة نزلت لتطبيق الواتساب من خلال الاندرويد والايفون التحديث الاول اللي كله مستنيه انك تقدر ترجع ميزة الستوتيس او الحالة القديمة بشكل كتابي وده من خلال انك بتفتح الستينجز او الاعدادات بعد كده بتدخل كأنك هتحدد الصورة بتاعتك فهتنزل تحت هتلاقي اختيار جديد ظهر اسمه الخبر ورقم الهاتف وطبعا تقدر تكتب الستوتيس او الحالة اللي انت عاوزها زي الاول ومن خلال الايفون بتلاقي الاوبشن ده اسمه نيوز او الاخبار التحديث التاني وهو انك تقدر تشغل اي مقطع فيديو اتبعت لك بدون ما تستنى انه تحمل بشكل كامل وده مفيد جدا لو واحد صاحبك بعت لك فيديو طويل فمش لازم تستنى لغاية ما الفيديو كله ما يتحمل وبعد كده ينزل على الجهاز بتاعك فتقدر تشغل وتتفرج عليه اونلاين قبل ما يتبعت كله بشكل كامل كيانك بالضبط تفاتح فيديو على اليوتيوب او الفيسبوك مش لازم تستنى لما بتحمل للاخر التحديث التالت والاخير ونزل للايفون وهو انك لما تيجي تفتح الكاميرا من خلال واتساب بتلاقي فيه رمز للتصوير الليلي بيكون على شكل هلال الخبر التاني هو ان فيسبوك اتاحت ميزة البث المباشر من خلال سطح المكتب وسطح المكتب المقصود بي انك تقدر تعمله من خلال المتصفح من خلال اللابتوب بتاعك او جهاز البي سي جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعك وطبعا كنا بنعمل الموضوع ده ببرنامج كده بنستعمل برنامج من بره زي اللي احنا كنا شرحناه قبل كده علشان تقدر تعمل بث مباشر من خلال الفيسبوك نفسه فكده خلاص البث المباشر بقى في جيبك وبقى في القوضة بتاعتك الخبر التالت هو ان انستجرام اتاحت تنزيل اي فيديو اتعمله بث مباشر يعني بعد ما بتخلص البث المباشر بتاعك تقدر تعمله داونلود على الموبايل واي حد تاني عندك يقدر يعمله داونلود الخبر الرابع وما حدش يبلغ عني بيخص برضو تطبيق الانستجرام وهو ميزة التحقق بخطوطين نزلت لكل المستخدمين واحد اقول لي ما كان اصلا موجود يا جرنوسي كان موجود بس للحسابات اللي كان فيها عشر تلاف فولورز او عشر تلاف متابع او اكتر لكن دلوقتي الميزة بقت موجودة لكل المستخدمين ففعلوها دلوقتي علشان تحافظوا او تزودوا الامام من خلال حساب الانستجرام الخبر الخامس وهيفرح ناس كتير برضو وانت بتتفرج على فيديو من خلال اليوتيوب انك تقدر تختار الجودة اللي انت عاوزها دا تختار بقى مية اربعة اربعين تلتمائة وستين تختار سبعمائة وعشرين الف تمانين فور كيب راحتك خالص وانت مشغل الباقة وانت مشغل الداتا بتاعة الموبايل مش الواي فاي لان الموضوع دا كان موجود ولكن عن طريق الواي فاي اما من خلال الداتا فالميزة لسه نزلة جديد وكل اللي عليك انك تحدث التطبيق سواء كان اندرويد او اي او اس الخبر السادس هو لعبة سوبر ماريو اخيرا لعبة سوبر ماريو نزلت على الاندرويد بعد سلسلة من التشوئات ونزلت حصري على الايفون الاول فادلوقتي اللعبة بقت متاحة على اندرويد الخبر السابع وفرحني جدا جدا وهو ان امازون اشترت سوء دوت كوم بسعر ستمائة وخمسين مليون دولار مبلغ كبير جدا جدا ولكن امازون بتوفر على نفسها انها هتنزل وتنفس بقى سوء انا غريك احسن بالفلوس واشتريك ووفر على نفسي موضوع المنافسة والنصرف حملات دعائية واعلانية فتصف الفلوس هجيبهم تاني من خلال الحملات الاعلانية والدعائية اللي عملها من خلال سوء دوت كوم وشغل دماغي والخبر ده فرحني جدا جدا ناريت امازون بقى هتبص بص كده على جميع الخبر الثامن والاخير وهو انه قبل اعلانت بشكل رسمي عن ايفون سيفن و سيفن بلاس باللون الاحمر يكون غريب شوية والسبب في كده ان هم بيدعموا مرضى الاتز ربنا عافينا ويعافيهم وبالنسبة الايفون سيفن هيكون بحجمين مية تمانية وعشرين جيجا بسعر سبعمية تسعة واربعين دولار تاني ميتين ستة وخمسين جيجا بسعر تمنمية تسعة واربعين دولار يعني زيادة مية جنيه عن الاولاني والايفون سيفن بلاس برضه هيكون بحجمين مية تمانية وعشرين جيجا بايت بسعر تمنمية تسعة وستين دولار والنسخة الميتين ستة وخمسين جيجا بايت بسعر تسعمية تسعة وستين جنيه يعني كل نسخة بتزيد عن اللي قبلها بمية دولار بس دول كانوا كل الاخبار اللي حبيت ان انا شارككم بها من خلال الفيديو النهاردة يارب تكون الاخبار عجبتكم والناس بقى اللي بتسأل عن تحديثات التطبيقات والحاجات والميزات دي ما نزلت ليش او لسه ما جاتش يا جرنوسي فاول حاجة تعملها تروح تعمل او تحديث من خلال متجر جوجل او جوجل بلاي لو انت بتستعمل اندرويد او اب ستور لو انت بتستعمل اي او اس من خلال الايفون وفيه مميزات ممكن تتأخر وبتنزل بالتدريق لكن عمتا التحديث اللي انا بتاع دي كلها وصلت لي وجربتها من خلال الموبايل بتاعي بستثناء التحديث بتاع اليوتيوب فبتمنى تكون الاخبار عجبتكم وحابي بعرف رأيكم من خلال الكومنتس او التعليقات اللي تحت الفيديو ايه احسن خبر او خبرين او تلاتة عجبوك شاركوني رأيكم من خلال التعليقات رأيكم دايما يهمني واخيرا الاول مرة تشوف الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي ياريت تعمل سبسكرايب من الايقونة المدورة الجميلة اللي قدامك دي وتدوس لايك للفيديو اللايك ده بيشجعني وحفزني جدا جدا نستمر وعمل فيديوهات وتكون نفسي مفتوحة واشرق بيبس كتير وما تنساش تزور موقعنا على الانترنت وتابع حسابي الشخصي احمد الجرنوسي من خلال الانستجرام بنزل عليه الاخبار السريعة دي اه فياريت تتبعيني هناك لو انت عندك الانستجرام هكون مبسوط جدا واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته